الله يسعد لي امور كون اخواتي اليوم سلق بعديس وسلق بلوبة فتعاولوا نعملون سوا ويلا يا بسم الله مرحبا اخواتي حبايب اول شي هاتوا باقتين سلق بدنا نفرمون بعدين مننقعون ومنغسلون كتير منيح بعدين مندبهم بالطنجرة حبايبوا لباقتين السلق انا غاسل 3-4 كاسة عديس مننزلة فوقون ومنغمرهم بالمي ما تكتروا مي كتير يعني شي انو ينغمروا بعدين غطوا الطنجرة خلوا تغلي وبس غلية الطنجرة من ما اللحن حبايب هون لازم نتخلوا عينكن على الطنجرة ها يعني عشرة قايق بيستوي العداس وبس استوى العداس هاتولي زبدية صغيرة ومننزل فوق بمعلقتين طحين وبعدين مننزل فوق الطحينات بنص كاسة مي اخواتي لازم ندوبن كتير منيحة وبس اتأكدتو انو داب الطحين على الاخير اشلحوه فوق السلقات وقلبوه شغلت دايقتين ثلاثة منشان نتأكد انو الطحين داب على الاخير يعني ميشان ميكبتل معنا هلق بنا نعمل التقلاية ويالا هي تلت اربع سننتوم ومعلقت كذبرة صغيرة ومعلقت دبس فلافل كبيرة وزيت حلو اخواتي حصرا زيت حلو وبس شمينا ريح تلت تقلاية منطشة فوق الطنجرة اخواتي وخليها تغلي مع التقلاية شغلت خمس ست دقايق وقبل ما نطفي النار منكون عاصرين ليمونة حامضة منزل تفاق ومنقلر جدي وطفوا النار هادي هي حبائب وهلا دور السلق بالوبة اخواتي هدون ضلوع السلق يعني الباقتين السلق يالي عملنا في هون سلق بعداس هدون هن ضلوعون بس هدون لازم نقشرون بهالطريقة هاي بعدين لازم نخسلون وبس خسلنو هون منفرمون بهالشكل هذا اكبر اصغر مابيقسير المهم نفرمون بهالطريقة هاي اخواتي ومنكون شاولين ورقتين سلق من هدوك الباقتين من شان نفرمون بس هدون بدننغسل كتير منيحى كلن رمل اتفعو عليكي لاوي انا ما الي علاقه قلتلكم اغسلوهم اخوتي وستتوقف للتناجرة ان تشلحوهم يا تنجرة ونحن counting قبل قسهم لازالكا منشان نخلاع الفوق ,وهلک حبايبان نغمرهم بالمي ومنسلقهم و PBIF لانه 10 دقيقة بتستوي اللوبة لي كا استويت اخوتي وحلق اتضافوا الطناجرة مثل ما هي وجدنا نصفي The Br tightened هاتوا بصلة بصلتين لنفرمهم بها الشكل هادا وندبهم بزيت زيتهم وهيكا هدوني بيكونوا بردوا فلازم نعصرون كتير منيح على بي ما تدبل البصلة اخواتي حاولوا تطلعوا كل الماء اللي جواتنها مشاو ما تطلع مراميئة اخواتي هيكا بيكون دبلة البصلة فمننزل بمعلقة كذبرة صغيرة ومعلقة دبس فليفلة كبيرة ومنقلبهم 4-5 تقليبات لحتى يتقلوا منيح وهلق مننزل باللوبة منقلبهم معهم شغلة 10 دقائق ومنملحهم وخالصة اشو كيميا اخواتي لما كنت صغير وكانوا يطبخوا هذي الأكلة كنت أهرب من البيت فورا ويمكن 3-4 كم مثلي وعلى قولت الكبارية لك دعاكالوا لا كل فتمينات ومعادين اشو شايفينا واي بروتين اخواتي فجربوها بنفس الطريقة رح تعجبكن كتير والمم تابعني تابعني وحطولي لايكين وقالف صحة وميت هنا لكو حياتي اتو اشتركوا في القناة